السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد من خلال فيديو اليوم سنتطرق لحصة أسبوع التقويم التشخيصي هذه الحصة تندرج من الأسبوع الأول من السنة الدراسية المرجع منار اللغة العربية للمستوى السالس نبدأ على بركتي الله إذن عنوان ونصنا طيارتي إذن نقرأ النص ثم نبدأ بالإجابة عن الأسئلة المرافقة لا طيارتي ليست طيارتي في طيرانها إلا الحلقة الأخيرة من سلسلة نشاط وحركة كانت تبدأ صباحا بزيارة أقوم بها إلى حانوت العطار لشراء الخيط والورق الملون ومسحوق نصنع منه صمغا خاصا ثم ننتهي بالبحث عن عصى من القصب الجيد فإذا عدت إلى المنزل جلست في ركن خال من الأثاث وبدأت في تقطيع القصبة طولا إلى ثلاث عصي لأصنعها بعد ذلك متعارضة وأربطها من وسطها حتى تصبح أقطارا لشكل سداسي متساوي الأضلع وكنت أصل بين أطرافها بخيط وأخلط المسحوق بالماء لقوين عجينة صفراء لزجع وأقص أوراق الملونة إلى مثلثات ألسقها بالهيكل مراعيا المقابلة بين ألوان هذه المثلثات وهي محدودة لا تتعدى الأخضر والأصفر والوردية والأحمر وكنت أدور قصا فيما بقي من الورق فأحوله إلى شرائط أو غدائر أعقدها حول ذيل الطيارة قبل أن أصله بظلع من أضلع الهيكل ثم أنشئ هرما خياليا متساوي الأضلع بواسطة ثلاثة خيوط أحدها يربط في مركز الطيارة ويربط الآخران بطرفي الضلع المقابل الضلع الديل إن هذا الهرم الخيالي هو الميزان الذي يتوقف عليه ثباث الطيارة في الجو وهو أهم عمل هندسي في صنع طيارتي وآخر عمل فيه وكنت أنزل بعد ذلك إلى الأرض الفضائي خلف المنزل لأشرع في التحليق فروحي هو الطائر مع طيارتي أما ذلك الجسم الصغير الباقي على الأرض فليس إلا ثقلا في آخر الذيل وكنت أمسك بعنان الطائرة الهزيل أتركه لها رويدا رويدا حتى لا تنطح برأسها شيئا أو تختنق بذيلها إذا التف حول رقبتها فإذا بها تطلب المزيد من الحرية والارتفاع فأرخي لها العنان ما بقي معي من خيط ما بقي معي خيط حتى إذا لم يبقى من الخيط إلا طرف طليق لففته حول ذراعي كآخر قيد يحتفظ لي بطيارتي في كبد السماء إذن أول أسئلة أسئلة الفهم انتلاق من الصورة أبين مقصود من كلمة طيارة الواردة في العنوان إذا لاحظوا معي من خلال الصورة النقصود من كلمة طائرة هو طائرة ورقية إذن المقصود بكلمة طيارة انتلاقا من الصورة هو طائرة ورقية أحدد عائلة كلمة تحليق إذن هائلة كلمة تحليق متحلق حلق حلق حلقة السؤال الثالث من مواد التي سعملها الطفل في صنع طيارته إذن نعود إلى النص تبدأ صباحا بزيارة أقوم بها إلا حنطل عطل شراء الخيط الوراق الملون مصحوق لصنع الصمغ ثم عصى من القصب الجيد إذن المواد التي استعملها الطفل في صنع طيارته هي خيط ورق ملون مصحوق من الصمغ عصى من القصب الجيد كيف أطلقها في الفضاء إذن كان يطلقها في الفضاء بأن يمسك بعنان الطائرة الهزيل ويتركه لها رويدا رويدا حتى لا تنطح برأسها شيئا أو تختنق بذيلها فإذا بها تطلب المزيد من الحرية والارتفاع فيرحيلها العنانة بما بقي معه من خيط في كبد السماء السؤال السؤال الخامس كان الطفل يشعر أثناء تحليق الطيارة في الفضاء بالفرحي بالحزن أو بالخوف إذن أثناء تحليق الطيارة في الفضاء كان الطفل يشعر بالفرحي إذن أضع علامة أمام الجواب الصحيح أختار من الأفكار الآتية الفكرة العامة المناسبة للنص إذن الفكرة الأولى ابتكار الطفل أشياء لتكون لعبة من ألعابه تشجيع الأسرة الطفل ابتكار ألعابه أو تشجيع المدرسة الطفل على ابتكار ألعابه إذن الفكرة العامة لهذا النص هو ابتكار الطفل لأشياء لتكون لعبة من ألعابه ولخص النص في 6 جمل إذن كان الطفل يريد اللعبة ففكر بصنع طيارة بيده فذهب إلى الحانوت واشترى الأشياء الضرورية ثم اختار ركنا في المنزل ثم قام بصناعة طيارته وفي الأخير نزل إلى أرض الفضاء خلف المنزل فأطلق طيارته في كبد السماء وبدأ يلعب بها باستمتاع السؤال الثامن أبين في حدود أربعة أسطر كيف كان اللعب ده في عالي ابتكار الطفل طيارته ووظفه على الأقل في عالي مجرد صحيحا نصيخا حرفيا واسماء فاعل إن الطفل كان في حاجة كبيرة للعب مما جعله يفكر في صنع لعبة خاصة به وظف من خلالها مهارته مهاراته الحسية الحركية والحس حركية مهاراته الحس حركية حيث استطاع في الأخير تحقيق هدفه وهو الاستمتاع باللعب إذن إن الطفل كان في حاجة كبيرة للعب مما جعله يفكر في صنع لعبة خاصة به وظف من خلالها مهاراته الحس حركية حيث استطاع في الأخير تحقيق هدفه وهو الاستمتاع باللعب ننتقل لمكوين الصرف والتحويل تطبيقات الكتابية الشكل أشكل الكلمات الآتية المكتوب باللون أخضر حسب سياقها في النص إذن لدينا بعض الكلمات المكتوب بالأخضر إذن ليست طيارة في طيرانها إلا الحلقة الأخيرة الأخيرة ثم وأربطها من وسطها حتى هنا لدينا ثم تنتهي بالبحث عن عصى من القصب الجيد تصبح فأحوله إلى شرائط أو غدائرة شرائط أو غدائرة فإذا بها تطلب تطلب المزيد من الحرية والارتفاع إذن مقوين الصرف والتحويل أستخرج من النص ما يأتي فعلا مجردا صحيحا وفعلا مجردا معتلا وفعلا مزيدا صحيحا وفعلا مزيدا معتل إذن فعل مجرد الصحيح لدينا جلسة فعل مجرد معتل عدت ماضيه عادة إذن معتل وسط فعل أجوف فعلا مزيدا صحيحا تختنق إذن هذا مزيد فعل مزيد فعل مزيد معتل انتهى نهى نهى أحول جملة التريء المثنى والجمع الفتاة رسمت طيارة جميلة إذن المثنى رسمت 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 الفتاتان طيارة جميلة رسمت الفتيات الفتيات طيارة جميلة إذا رسمت الفتاتان طيارة جميلة رسمت الفتيات طيارة جميلة وركبوا كل كلمتين من الكلمتين الأتيتين في جملة المفيدة زاهية محدودة إذن رسم الفنان لوحة زاهية الألوان كان عدد المسافرين محدودا أصبحت أعداد التلاميذ في القسم محدودة إذن رسم الفنان لوحة زاهية الألوان كان عدد المسافرين محدودا أصبحت أعداد التلاميذ في القسم محدودة إذن التراكب استخرج من النص جملة اسمية دخل عليها ناصخ حرفي ثم استخرج من النص جملة اسمية دخل عليها ناصخ فعلي عفوا إذن لدينا هنا كنت ناصخ الفعلي كان كنت أدور قصا فيما بقي من الورقي أو كنت أصل أطرافها بخيط كنت أدور قصا فيما بقي من الورقي أو كنت أصل أطرافها بخيط أحدد الناصخ الفعلي أحدد الناصخ الفعلي واسمه وخبره فيما يأتي أصبحته مجتهدا إذن أصبح الناصخ الفعلي الثاء ضمير متصل مبني في محل رفع اسم أصبح مجتهدا الخبر إذن أصبح الناصخ الفعلي الاسم التاء ضمير متصل مبني في محل رفع اسم اسم أصبح الخبر مجتهدا أضع سطرا تحت الفعلي اللازم وسطريني تحت الفعلي المتعدي إذن الفعلي اللازم هو الذي يكتب فقط بالفاعل أما الفعلي المتعدي هو الذي يتجاوز الفعلي إلى مفعول به واحد أو اثنين إذن جلست في ركن خالي من الأتات إذن هذا فعل لازم أنه يكتفي فقط بالفاعل أخلط المسحوق بالماء إذن أخلطه فعل الفاعل ضمير مستثل تقدره أنا مسحوق مفعول به إذن هذا فعل متعدي إذن سطرين سطر لفعلي اللازم وسطرين لفعلي المتعدي أستخرج من النص اسما مقصورا واسما منقوصا واسما ممدودا لذين عصا الباقي واسم ممدود صفراء أكمل كل كلمة من الكلمات الآتية بهمزة مناسبة إذن همزة وصل همزة قطع أو همزة متوسطة أو همزة متطرفة همزة متطرفة إذن اسم همزة وصل سائل همزة متوسطة على الياء لأنها مقصورة وقبلها سكون ميت دفء همزة متطرفة تكتب على السطر لأنها قبلها سكون حي أبين سبب كتابة التاء المبسوطة في كلمة الآتية جلست والطائرات إذن جلست لأنها فعل كل الأفعال تكتب التاء مبسوطة لأنها تصلت بفعل جلس طائرات لأنها جمع مؤنت سالم إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم أضرب لكم مؤيدا في فيديو قادم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه مع السلامة